أعوذي من المطريج هنا الرحمن الرحيم مادة التحليل البيئة لحد الأولى الغلاف الجوي هنا نستمر في تعريف مكونات الهواء النقي والهواء النقي يتكون من نسبة سابس للغازات المختلفة النايتروجين 78.08% الأكسجين 20.95% وسانيكسيد الكربون 0.035% وغازات خائمة الأخرى 0.94% يوجد بخار الماء في الهواء بنسبة أقل من 0.5% وقالباته يتركز على ارتفاع 15 كيلو متر مع الإلم أن طبقة الأوزون على ارتفاع 15 إلى 35 كيلو متر أهمية طبقة الأوزون هي حماية الأرض من أشعة من الأشعة في الغلوبة النفسجية أو أضرار الأشعة في البنفسجية الجزئات في الأتموسفير تحرك الصادم باستمرار طبقة الأتموسفير تكون مضاءة في ساعة ونركز على كلمة مضاءة هنا في ساعة النهار بسلط الغلوب بواسط غازات الأموسفيري أدى إلى تفاعلات كيمية ضوئية ولذلك قلنا نركز على كلمة مضاءة لا تحدث إلا في قياب الضو لا تحدث في قياب الضو أي التفاعلات الكيمية ضوئية هذه التفاعلات تحدد تركيبات الأتموسفير وكذلك مصير كثير من المواد الكيمية التي تسبب التلوث جزئي ثاني أكسيد النيترجين يمتص الطاقة ويتحول إلى جزئي مسار أو بعد ذلك جزئي المسار نرمز له بهذه النجمة وهذه العلامة جزئي المسار يفقد الطاقة أو ينبعث منه فوتو نتحول إلى أول أكسيد النيترجين وزرد أكسجين كل من أول أكسيد النيترجين زرد الأكسجين تعتبر يزور حرة free radicals ويحملان إلكترون القير من الزوجة أمبير إلكترون ونلاحظ هنا امتصاص تحدث عبنية امتصاص للطاقة ويتحول هذا الجزئي إلى جزئي مسار وهذا هو جزئي مسار جزئي مسار من نيترجين داكسجين وهنا الجزئي المسار يفقد هنا يفقد 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 الطاقة بشكل فوتون ويتحول إلى أول أكسيد النيترجين وجزر حر أو زرد أكسجين وهي نشطة كلا هاتين المركبين أو الزرد ومركب أول أكسيد النيترجين نشطة التفكك الضوية photo dissociation photo dissociation أيضا نوع آخر من التفاعلات الكيمية الضوئية ويحدث وين عنده امتصاص جزئي الأكسجين طاغة أشعة فوق من التفاعلات الكيمية ويتفكك جزئي الأكسجين لزرات أكسجين أي جزور حرة هنا يحصل امتصاص طريق زر جزئي الأكسجين العادي ويتحول إلى جزور حرة زرات أكسجين ذات جزور حرة ويحدث تفكك في طبقة سراسفير ويكون الأوزون بشكل طبيعي هنا يتكون الأوزون بشكل طبيعي هنا امتصاص وهنا تفاعل هذه الجزور الحرة مع الأكسجين الطبيعي وننتهي بطبقة الأوزون بالشكل الطبيعي يتكون الأوزون بشكل طبيعي ترجمة نانسي قنقر